أسعد الله صباحكم يا أول كيف أصبحتم اليوم؟ معكم اليوم مثل سبيل البطاح اللي حشرح لكم مادة التربية الإسلامية اليوم يا ميس حنبلش بأول درس ندروس مادة التربية الإسلامية اللي هو الله الخالق طبعا عنوان وحدتي أحبك ربي شو عنوان الوحدة؟ أحبك ربي أول درس فيها الله أول درس الله الخالق أوكي هنبلش مست الدرس درسنا اليوم الله الخالق أول قبل ما أبلش الدرس عندي سؤال كتير سهل و بسيط من البطل اللي بدو حيجاوب عليها مست نوع اللام في كلمة الخالق ما نوع اللام؟ مين اللي يجاوبني عليها؟ شوف يا ميس لما لفظتها الخالق أسهل عليكم أكتر السكون حركة هاي يا ميس اللي هي السكون عائلة ما بتيجي لام قمرية ممتاز لام قمرية طيب يا ميس اليوم رح نتعرف على معنى الله الخالق حنتعرف على معنى الله الخالق طيب خلينا هون ننظر على هاي الصورة يا ميس مين يحكيلي؟ شو شايفين بهاي الصورة؟ إنسان أشجار حيوانات اللي هي الفراشة واليرقة أزهار برضو أرض وسماء أرض وسماء طيب يا أول كل الأشياء اللي احنا شفناها بالصورة مين خلقها؟ مين يحكيلي؟ الله تعالى هو اللي خلقها الله تعالى معناته بنستنتج أن الله تعالى خلق كل شيء لازم نعبده ونشكره على نعم بنعبده يا أول وبنشكره على نعم أول مع بعض خلينا نتفرج على الصور هون شايفين الصور هاي؟ نتفرج عليها الصورة الأولى شو شايفين عندي؟ أرض سماء شمس أزهار حيوانات فراشة وفي عندي طيور ممتاز الصورة الثانية يا ميس شو شايفين عندي؟ حيوانات ممتاز كمان أزهار أرض سماء أشجار كل هاي الأشياء اللي احنا ذكرتها أول مين لخلقها؟ الله سبحانه وتعالى طيب ميس البيت هاد مين اللي صنعه؟ الله؟ لا 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 مين؟ الإنسان إنه أنا الإنسان صنعت البيت تمام سورة الثالثة عندي جبال ومياه أشجار وسماء أحسنتم أول سؤال الجبال هاي مغطة بالتلج الجبال مغطة بالتلج مين أنزل علينا التلج؟ أحسنتم الله تعالى الصورة الأخيرة يا ميس الصورة الأخيرة أنا شو شايف فيها؟ أرض سماء أشجار الأشجار إيش عليها؟ ثمار الثمار يا أول مين بيستفيد منها؟ صحيح الإنسان أنا متغدى عليها ممتاز هون يا أول مكتوب عندي بالأسئلة أسمي ما أشاهده في الصور شو شفنا؟ شمس أشجار حيوانات جبال مياه أرض سماء كيف يستفيد الإنسان من المخلوقات الظاهرة في الصورة؟ أنا يا أول كيف أستفيد من هذه المخلوقات؟ حكينا الثمار مثلا الثمار شو بستفيد منها؟ غذاء المياه يا أول المياه للشرب مثلا الحيوانات يا ميس أش بستفيد منها؟ نيجي على البقرة أش يا ميس؟ الحليب نشرب الحليب برضو بنأكل اللحمة تعيدها الدجاج للبيض برضو فيها لحمة إذن اللي خلق الإنسان والحيوان والنباتة أول مين هو؟ الله تعالى اللي خلق الإنسان والحيوان والنبات هو الله تعالى أحسنتم أول نستنتج أنه معنى الخالق شو نستنتج معنى الخالق؟ هو اسم من أسماء الله الحسنى اسم من أسماء الله الحسنى أيضا أن الله تعالى خلق كل شيء من إنسان وحيوان إنسان وحيوان وجبال وكل شيء يعني يا أول خلق كائنات حية وكائنات غير حية في عندي كائنات حية مثال سريع مين يعطيني مثال يمسعى كائنات حية؟ مين مين يلا إيش أول إشي؟ إنسان ممتاز حيوانات كائنات حية نباتات كائنات حية طيب كائنات غير حية يا أول سريع مين يلا يجاوب جبال أرض ممتازة من السماء أحسنتم أحسنتم لماذا نحب الله تعالى؟ مين يجاوبني؟ لاش إحنا بنحب الله تعالى يا أول؟ مين يحكي لي؟ لاش بنحب الله تعالى يا أول؟ ممتازين لأن الله تعالى خلقنا وخلق كل شيئنا على الأرض خلقنا وخلق كل شيء على الأرض فهو خلقنا ووهبنا لنعيش على هذه الأرض عشان هيك لازم نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا على النعم اللي نعمها علينا شو دائما لازم نحكي يا ميس؟ شو لازم نحكي دائما؟ الحمد لله رب العالمين شو لازم نحكي؟ الحمد لله رب العالمين ننتقل يا أول على الصورة الثانية بالصورة هاي شو شايفين؟ خلق الله الإنسان خلق الله تعالى الإنسان إذن خلق الله تعالى الإنسان وميزه عن باقي المخلوقات بأش ميز يا الله الإنسان عن باقي المخلوقات؟ بالعقل والشكل الحسن بالعقل والشكل الحسن أي الوجه الحسن يا أول إذن ميزنا الله بالعقل كي نتفكر بعذمة الله تعالى وسخر المخلوقات للإنسان ردد معي ردد معي سبحان الله الخالق سبحان الله الخالق سبحان الله الخالق ننزل يا أولة تحت لو يمس انت وقفت قدامنا مراي شو بتشوف بتشوف انحكاس حالك صح طيب لما أنا أشوف انحكاس حالي يمس أول إشي مثلا عندي الرأس تاد شوفي بالرأس عينان العينان يا أول لنرى بهما صحيح زونة صحيح الأنف الأنف لماذا لشم الأشياء مثلا الفم للتذوق الأدنين لنسمع بهما الشعر يمس لإيش الشعر يمس ليحمينا من برد الشتاء وحر الصيف الأرجل والقدم الأرجل واليدين يمس لإيش لنمسك الأشياء طيب العقل العقل لنفكر به العقل لنفكر به أيضا خلق لنا نعمل لا تحصى ولا تعد خلق لنا نعمل لا تحصى ولا تعد ننتقل يا أول على الصفحة الثانية هون خلق الله السماوات والأرض الله إيش خلق يا أول السماوات والأرض نتفرج يا أول على الصورة عندي الأولى والصورة الثانية الصورة يا ميس الأولى شو فيها بدي أقارن الصورة الأولى في شو فيها قمر جبال الصورة الثانية مين يحكيلي شمس غيوم السماء أبطال ممتازين معناتش يا أول حكينا الله الخالق إن الله هو اللي خلق السماء والأرض هو خلق السماء والأرض وأيضا خلق الليل والنهار خلق الليل والنهار ننزل تحت يا ميس الله تعالى خلق الحيوانات والنباتات خلق الحيوانات والنباتات لنفع الإنسان بدي أقارن بين الصورتين يا ميس سوف أجد الإختلاف الصورة الأولى شو عندي؟ شمس الصورة الثانية ما عندي إشي يمس الصورة الأولى فيها مثلا دجاجة الصورة الثانية ما فيها طيب مين يحكيلي؟ بتفضلوا يكون في عنا شمس ودجاج ولا لا؟ شمس ودجاج ولا لا؟ أكيد يكون في عنا شمس ودجاج مثلا يمس الدجاجة إحنا نستفيد منها مثلا من بيضها من لحمتها برضو من ريشها صح ولا لا؟ برضو الشمس بشو نستفيد منها؟ نمو النباتات ممتازين ننتقل لهون يمس نحكي أن الله يا أول خلق كل الكائنات خلق كل الكائنات في هاي الكائنات منها بيمشي على الرجلين؟ مين يحكيلي كائنات بيمشي على الرجلين؟ الإنسان الإنسان من الكائنات اللي بيمشي على الرجلي ممتاز برضو كائنات بتمشي على أربعة مثل كائنات بتمشي على أربعة يا أول مثل شو؟ القطة الكلب الحصان أحسنتم وفيه معنا حيوانات بتطير بجناحين مثل شو يمس الحمامة العصفور ممتازين وفيه عنا حيوانات بتسبح في المي مثل الأسماك مثل الأسماك أول نزل شوية تحت نحكي أنه فيه عندي هون يمس بدي أوصل بين العمود أسمي ألف والعمود باء فيه عندي هون صحراء الماء السماء السماء الصحراء يا أول مين بيعيش بالصحراء؟ سمكة لا 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 ببغاء لا برضو مين؟ الجمال الجمال يمس صحيح بعيش في الصحراء الماء مين بيعيش بالمي؟ الببغاء لا طبعا السمكة ممتاز السماء بعيش فيها الببغاء شوف يا أول سبحان الله حتى الحيوانات ربنا خلقها في بيئات مختلفة ليش يا أول؟ عشان تتأقلم وتتعايش معها عشان تتأقلم معها ممتازين عندنا هون يمس بدي أملأ الفراغ في عندي الله الخالق الله تعالى خلق الإنسان الله تعالى خالق السماوات والأرض الله تعالى خالق الحيوانات والنبات ممتازين ردد معي يا أول أعبد ربي الذي خلقني في أحسن صورة أعبد ربي الذي خلقني في أحسن صورة أشكر خالقي على نعمه الكثيرة أشكر خالقي على نعمه الكثيرة أول أبل ما ننتقل لأسئلة الدرس بدي أسأل كم سؤال سريع وبدي البطل السريع اللي جاوب الله تعالى خلق الإنسان فقط يعني يمس الله بس خلق الإنسان ما خلق الحيوانات ولا الأرض ولا إشي ممتاز ممتاز خطأ الله تعالى خلق الإنسان خلق السماوات والأرض وخلق الحيوان والنبات أحسنتم طيب سؤالي أول الآن الإنسان لازم يشكر ربه على نعمه لأعطاه إياها ولا لا يعني أنا لازم دايما أحكي الحمد لله لأله أعطاني هاي النعمة والحمد لله لأله جعلنا الحيوانات والنباتات عشان أكل منهم ولا لأي أول صحيح صحيح والنهار الليل للراحة والنوم والنهار للعبادة والعمل ممتازين أذكر مثالين على مخلوقات الله تعالى مثلا الحيوانات والنباتات أعطوني أمثل كمان ممكن نحكي أمثل حيوانات دجاجة كلب بقرة أش كمان يمس يلا سريع مين يحكيلي ممتازين ممكن أحكي يمس كمان البحار النهار جبال أشجار هاي كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى ننتقل للسؤال الثالث وصنفوا الأشياء الآتية في الجدول يوضع الرقم المناسب في عندي رقم واحد الهاتف اثنان جبال ثلاثة سيارة أربعة الدجاجة عنا يمس المخلوقات خلقها الله لو حكينا الحاتف خلق الله ولا لا يمس أكيد لا طيب الجبال خلقها الله أحسنتم نكتب الرقم هون يمس السيارة ما خلقها الله بل صنعها الإنسان الدجاجة خلقها الله نكتب رقم أربعة الدجاجة منتزد الشيء صنعها الإنسان واحد الهاتف اثنان ثلاثة ثلاثة السيارة وبهيك يمس يكون خلصنا درسنا لليوم إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي برجع بعيد شو عنوان درسنا الله الخالق بمعنى أن الله خلق كل شيء في هذا الكون والخالق هو اسم من أسماء الله تعالى إلى اللقاء يا حلوين